بعض الأسعار بدأت تلهب مثلا ما زغناش حتى اليوم الربح السهل هو خيانة للمواطنين وللوطن لم يطل الأمر كثيرا بوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي انتقد التجارة وتلويحهم برفع الأسعار على خلفية التصويت على قانون مالية 2016 حتى التقاهم اليوم وسعر النفط يروح مستويات لم يتوقعها إطارات وزارته أثناء إعدادهم لمشروع القانون وزير المالية خطب التجارة بلهجة أخرى نافيا يا رفع مرتقب للضرائب لكنه تمسك بسياسة توسيع الوعاء الضريبي التي لم يقل ماذا ستشمل بعد الضغط الجبائي ميزيج نعمل على توسيع القاعدة والنقص من النسب لأن القاعدة نسمعنا الوعاء الجبائي هي اللي لازم توسع كنكونوا عشرة خلصوا دينار كما اللي يكون واحد يخلص عشرة النفط كان حاضرا في كلام الوزير الذي اعترف بأن جبايته زائلة داعيا للتعويل على جباية عادية دون أن يتحدث عن تداعيات ذلك على الجبهة الاجتماعية الجباية البترولية اللي كانت تحميع لنا زائلة لأنه تمشي اليوم اللي يأتي لكن لازم نروح للجباية الغير البترولية والسنة هذه بكلكم من تم السنة هذه ان شاء الله الجباية غير البترولية تقريبا ضعف الجباية البترولية نقص الحلول الابتكارية واعتماد مقاربات كلاسيكية في التعامل مع الأزمة المالية للبلاد أحد أبرز الانتقادات التي وجهها مراقبون وخبراء محذرين من تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية فهل سيحمل قانون المالية التكملي للسنة الحالية أي تغيير أم أنه سيكون وفيا لطرح قانون المالية الحالية